مرحبا بكم في النشرة الخاصة بآخر مستجدد فيروس كورونا يرفقني الليلة ككل خميس كريم بوزويتا دكتور في عالم الانتروبولوجيا مرحبا بك كريم أهلا وسهلا إذن كريم قبل ما نتحدث معك على الموضوع ربما ما لقيناش برش رضاو عليه وما شفناش ربما حقيقة تأثير فيروس كورونا على هذا القطاع لكن قبل ذلك يجبنا نتحدث على آخر مستجدد إذن 3569 تحليل بتاريخ 25 نوفمبر أعطى 1094 حالة إيجابية أي بما يعدل 30.65% 30.65% بالفعل ينقص شوية لكن الوفيات أيضا نقصت وفما برش أعداد نقصت لكن هذا ممنعش أن الحضار يجب أن يكون متواصل إذن يصبح العدد الجملي لحالات المؤكدة في تونسي 91.307 حالات الوفيات 48 اللي صارت بتاريخ 24 نوفمبر الله يرحمهم وينعامهم ويصبر عائلهم حتى يصبح العدد الجملي لعدد الوفيات 1983 الناس الموجودة بالمستشفى هي 1477 ميتين وتسعين منهم تحت تنفس بأقسام الإنعاش الطبي وتحت التنفس الاستناعي هما 130 حالة ربي يشفيهم إن شاء الله ويخفف عليهم وطأة وحدة وضعفات هذا الفيروس إذن بالنسبة للناس اللي شفات هي 66459 عدد 72.78 3.26% عدد الوفيات 1.617% هو عدد الناس اللي تتلقى في العلاج بالمستشفيات 0.31% بالإنعاش مقص و0.14% ما زال بالناس اللي تتنفس بالتنفس الاستناعي إذن نشوفوا من بعضنا الخرايط الأخرى إذن حتى ناخد فكرة على ربما منذ فتح الحدود عنا تقريبا 98.86% حالات هي أصيبت بفيروس كوروناي 90271 حالات الوفيات نشوفوا كيفاش تتدرج في شهر نوفمبر أيضا شهر أكتوبر أيضا من بداية أيضا فتح الحدود 27 جوان شوفوا الرسوم الباقية الاسم البياني الباقي إذن اليوم نزربو شوية لخطر ما عنيش برشا وقت لأن حالة الوفيات كما قلت في تزايد إذن هذا هو المعدل بالنسبة لحالات الوفيات بالنسبة لشهر نوفمبر أظن كيف كيف حالة الوفيات شوفوها وحالات الشفاء وأيضا إذن حتى نذكر أن 91% لحد اليوم 307 حالة مؤكدة في تونس الـ 477 هم موجودين في المستشفيات لتلقي العلاج حالة الوفيات 1983 مرة أخرى على يحام ومنع وميصبر أهليهم مرة أخرى كريم قبل ما نبدأ وتفقد الأسرة العسكرية والأسرة الطبية أحد أيضا من الناس اللي أعطات الكثير للصحة وهي علام من الأعلام التوانسة اللي أعطاه خاصة للقطاع العام بما أنه مؤسستين العسكرية والطبية بالقطاع العام إذن هو السيد الفريق طبيب محمد المنصف بن موسى وفته المنايوم 29 نوفمبر الفارت الله يرحمه نعم وصبر عائلته ويرزقهم جميل الصبر والسلوان إذن هو كان مدير عام الصحة العسكرية خرط الفقيد بصفوف الجيش الوطني في 8 أكتوبر 1956 بصفة تلميذ ضابط طبيب تابع عدد تربصات تكوينية بالخارج من أهمة تربص بمدرسة الصحة العسكرية بفرنسا خير السنوات 56-62-63 وتربص في مجال الجراحة بفرنسا سنة 1969 أدرجة بهيئة الضباط للصحة في الطب في 17 فيفري 1970 تدرجة في الرتب العسكرية إلى أن سمي برتبة فريق طبيب في 24 جوان 1991 شارك في عدة ملتقية دولية أهم المؤتمر الدولي للطب العسكري بألمانيا خلال شهر جوان 1994 كلفة بإدارة المستشفى العسكري الأصري للتعليم بتونس بداية من غرة جانفي 1973 أي من الأوائل الذين ساهموا في إرساء منظومة الصحة العسكرية عينا مدير عام للصحة العسكرية بتاريخ ستشقوت 1984 تحصل على صنف الرابع من وسام الجمهورية بتاريخ 6 سبتمبر 1965 تحصل على صنف الثالث من وسام الجمهورية بتاريخ 5 أكتوبر 1971 تحصل كذلك على صنف الثاني من وسام الجمهورية بتاريخ 29 مارس 1977 أيضا أحرز على الوسام العسكري بتاريخ 24 جوان 1977 وتحصل كذلك على صنف الثالث من وسام الاستقلال بتاريخ 10 ماي 1984 حتى يحيل على التقاعد لبلوغه الحد العمري لرتبته بتاريخ 100 وغرة ماي 1998 نال شهادة أستاذ مبرز بتبيعه وشهادة محافر مبرز بعد مغادرته الجيش وتقاعده التحق بالإدارة العامة للديوانة لبعث النواة الأولى لمصلحة الصحة بديوانة كيفاش أثرت عليه الأزمة لكن زادة كيفاش قطاع الفلاحة ونمط معين من الفلاحة زادة عنده مسؤولية في ظهور فيروسات هذوما كيما الكورونا ما نرجوها في الأخرى هذيك تخلي لكم شوي التشويق بايه اليوم فما دراسة خرجت جمع هذي اسمها الزراعة في سيق أزمة الكوفيد 19 دراسة للمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودراسة بالحق منتازة على خطر كالعادة كما يسنسنا المنتدى ديما دراسات دقيقة على الأخرى وشنو تظهر دراسة هذي ولا الأزمة هذي حدود القطاع العام والقطاع الخاص القطاع العام نعرفه عنده عشرة سين يعارك ويحارب خطر غارق مأساة مالية وبالبحث في دارة الإخلالية المالية كي العادة هذيك القطاع العام براتيك مو في القطاعات القطاعات العامة كل به وعند القطاع الخاص القطاع الخاص في بلادنا راه أكثرها مؤسسات صغيرة أو صغيرة جدا أو متوسطة اللي صغير ديما ضعيف نعرفوه صغير في البيزنس في العالم هذي ضعيف أقل حاجة جي تهددوا معنى خطر ما عندوش الغصوخس السيولة المالية مثلا بشيوز الأزمات مش كما الكبير اللي عندو بشنو يحط ويستنى الأزمة تتعد وحسب المعهد الوطني الأحصاء هذي شي فريخر تسعة من العشرة مؤسسات في لاحية اليوم هدى بالفناء نجم تنقرد عليش على خاطر الأزمة هذي ضربتها ولي سمحني مش تسعة من هدى بالفناء أما تسعة من العشرة للمبيعات متاحهم المنتوجين تبعوا أقل دونك ما نعرفوش قدش مهدين أما فما إسيماسيون على الأقل النص مهدى اليوم شنقرد عليه على خاطر اليوم ما باعتش والأزمة هذي ضربت نسي لكل الخداء السناعي والمستثمر هذي هو تضرب كيفش العامل مثلا العامل أو العاملة تحديدا صورتو العامل نسبة نسي في القطار صورتو العامل باية فما الساعة خل ناخذوا لا حتى العامل فما إكزامبل لأكثر رجال مثلا العامل الماوسي بالكوفر فوق وحذر التجويل شنو صار ما تنقلوش هو ما خاطر المناطق الانتاج مش المناطق يتكنوا فيهم رسلت لهم روحوا البلدينهم وما عادش يتحركوا دونك مناجموش يخدموا هذي ضربت العامل ما ضربت زادة المستثمر اللي هو معمل على قوة عاملة معينة يجي يلقى في السيزون ما فام أحد فماش يكون يخدم هاكا الغالة قاعدة تعالشجرة والخضرة فزت في القاع هذي شنو صار وفام زادة باركوتر العامل اللي الفلاحي وخاصة العاملات اللي يخدموا في المناطق اللي يسكنوا فيها عندهم المشكلة التاريخية هي متاع التنقل التنقل المشكلة هذي كالي نحكيه عليها ومزلك ما تفترش صعوبة التنقل هذيك مينش نرجو عليها لكن خدموا حتى بالخدموا ما بدون التباعد جسدي اللي كيفاش تباعد وحنا نعرفوا كل الكيام اللي يهزوهم لكن الكاميونيت نسكل نقول لكم كيفاش تصير لحكاية بشي بداي واضحين راهوا يخلصوا ما بين الفين وخمسة دينارات للترانسبور ومو يحبوا اللي متاع الترانسبور متاع الكاميوني يحب يهز برش شي عمل ياخو يبل البلاجاريير عارتوا انطلعوا للسلعة يبلها بش ما يقعدوش بشي بداي ويقفين بشي عاديو ثنية ويقفين عليش بشي عبي أكثر انساء يهزوهم الغادي معنا دي العالم اللي عايشن فيه شفنا دي زاكسيدون كريم شفنا شفنا دي زاكسيدون وكل مرة المأساة الكبيرة اللي مش طولي بناء اللي حكيها معنا تعرف كيف ستين سوبية تتعاود برشا طولي الناس معاشي تلفتوها كيما صارنا شوية مع الإرهاب راهو اللي كل طولي حاجة طولي حاجة عادية وميزمهاش طولي عادية وصورتوه ميزمهاش طولي عادية به لكن شنية المشكلة تخدمو أما مخدموش بالإجراءات اللي حكيت عليها الدولة متاع التباعد الجسدي متاع الماسك متاع الجيل إدرو ألكوليك على خاطر طو سمبل مؤشد في الأرياف صعيبش تعملوا من الحكاية هذه نمط الحياة ونقولك المرة هم في الشام مثلا ما يستحقوش هو كهوية مش بيكلوا واحد ومسايب هو في الشام معنا كي بشيهزهم أحاجة أرزينة بشيهزوها مع عظم معنا يمسوا بعام عمرهم اللي يقول كينو حد عمرهم بشياله نشير ولا ثاني وما يشفش كيفيش خدمة الفلاحة خدمة الفلاحة خدمة جامعية وفيها كونتاكت ونسقرة بالبعض واكثر من هكا الديار اللي يسكنوا فيهم بعد كي روحوا كيفرنهم إخي فيليت فيهم عشرة بيوت وما آآ انتي تحكي مو حتى وقت العمل يعني هم بعد بطبيعة حتى كي بشتراوح لدارة عشان عندها بيت يثني شكون لأغلبية الديار في الزون غيغال هذو أقل من لزوز بيوت أقل من لزوز غرف معناها الدار والنوم غمتاع العائلة كبير حتى كن أربعة برك آي حتى كن أربعة برك ما 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 جيش فهمت أما نعرفوا الواقع اللي فهمش كون تسكن هي ورجلها وحمد وحمدها ووسلفها واخو رجلها وثلاثة صغار في بيت وعندهم حاجة تشبه الكوجينة وسل دبا يستعملوها كل شي هذي رينيهم هذي الواقع همتاع القريفة متاعنا راز لما يش مش نقضو على فهم المشكلة هذي طو صناعية صناعية مثلا كلي يخدموا في الفلاحة أما بالبرودو يعملوا الزهر يعملوا العطر شاية المشكلة كيف كيف ما هيش جديدة شنين المشكلة متاع الحلقة اللخرة هي تنتش موقفتش على الخدمة تنتش على التقطير التقطير مثلا فهم ديقروبما كما في في ويد أسباحية يعملوا اللي بروديو هذو شنين المشكلة ديما الحلقة اللخرة هي شنين التوزيع ديستروبوسيون والفنت معناها الاسباية كماركتين كيفاش بش نبيع عملية التسويق ضعفة عملية التسويق هذي هذي اي عملية التسويق هذي معناها تمست نظام تسويق تنتي كي الترانسبور محبس كي الاكسبورتاسيون محبس كيفش بتعمل التسويق كل وانتي ما عندكش موديل متاع التسويق ما عندكش ماركة قوية تسوق بها مش كي ما فام بولدين عمليين دي جروب وعنهم دي ماركة قويين اللي صدروا في العالم كل ومورهم واضحة طوى لالصنيع المستثمر المستثمر بها المستثمر فالقطع كل زاد ما سبح كي خطر رحنا ونحكوا بفلاحة وحدا نجموش نحكيوا على الفلاحة وحدا خطر فلاحة فيها زاد معا مرتبطة بالسياحة كالسياحة تنقص الفلاحة تنقص عليش خطر 85% من اللي بخودوية اللي يستهلكوهم النسي في الوطل هو ما جايين من الفلاحة نحكي من الفلاحة من زادة من الصناعات الفلاحية حتى المطاعم حتى المطاعم والوطل 85% اللي يستهلكوه ونسل غادي جيم الفلاحة والاقرالي منطير. دونك تنقص الوتيل ري سياحة تتمس الفلاحة. يعني كل شيء مربوط ببعض. كريم تحكي على الفلاح طوهوني المستثمر اللي قديم ما عندوش مشكلة وجديد عندو مشكلة متاع مثلا اللي عندو مشاريع كانت تحلت وبدو يخدموا فيها من 2019. لا جديد اللي شدتو بتاع عجماتها في 2019. هوم لانسي وتضربو الأزمة الغادي لا يلقى اللي شكون يخدم والبنكة تقلوين للفلوس رجع اللي من استثمار. نونك وترخيص أقد استنى وتعرف البيروقراتية متاعنا نسكول نعرفوها. أرجع غدوة صورة هانتي عادي في مشروع كبير في لحق. الحدود تسكرت زي دا كريم. فما به هوني فالدولة عملت مجهود تنرجع. وتصدير مثلا. تصدير المشكلة هوم اللي شيريو من البر. يقول لك أنا مش واضح. ما نعرش بمبيع مينش بمبيع. نونك بشيرو المشكل هذو ما هو بيدو لغروسيست هنا ولا اللي عندو 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 شرائية ما عارش شنو أما كيزباد عندك شرائية وانتي تصنع في التليفونات يمكن أقل. أما أنتي كيبدأ عندك خوخ ولا مش مش ماش. ما تسوقوش يتهلك وتلوح. يفسد وزيد من هنا خونا المستهلك. في كل الأزمات يجري للطماطم وللسميد ويجري للفارينة يجري للزبدة يجري للمارغارين يجري للمقرونة السميد ويجري للزيوت المدعمة ويخلي وتذره هذي كمواد أساسية وهي غلطة كبيرة وأكبر غلطة وجريمة يرتكبها في صحته تنجي عليه ويعتبر الغلة والعظم والحليب والخضر كماليات. ليس غلطة كبيرة يخي الطبيعة متعر شنو تعمل الطبيعة في كي جيشتين تعطينا البوركدين يخي تفضلك هيا مليارات في وقتو ميش تفضلك ذا على خاطر فشتين تحاشك بالفيتامين سي بش تحميلك صحتك هي ماش تفضلك وانتي تفضلك ماش يتجري ورا العجينة وكل شي اللي هو ما نعيطولهم دي كالوري كخوز ما معنى صحيح تعطيك تعبيل الكرشك. ببسوم مش غالي. ببسوم مش غالي. لكن. بش تخلصوه هلي سومة. لا. ما هي الكالوري يغلق ان يكون الكالوري ما فيهيش. ما فيهيش. ما فيهيش. ما هي الحاجة الإسسي. لي بدنك حاشم. مواليز. حميلك المناع. لا. كما لي السيل مينيرو. الفيتامينات. هذو كل ما تعطيك شراء. دونك تاكل. اما مش تخوف الشنوة بدنك حاشت كبير. وكي نرجع لجدود. ما كينيوش ياكلو في العجين السكريات والعجين كيما احنا كيما الجيل هذي. وما كينوش فاما الامراض بدرجة هذية كيما السرطان واللوبيزيتي وديابيت اليهوما الناس المتعرضة اليوم اكثر ناس متعذرة بشمشي الانعاش كي تضرب الكوفيد. معنى يا كريم كينيش لي هذو ما انا بسومة رخيص بشين خلاصوهم في السبتار بش خلاصوهم في الطبيب وفي كيرجي ؟ بشخلصوهم في السبتار. تلوث البيئة بشن خلصوهم الكل في الظ في صندوق التغطية الصحية والاجتماعية. وبش نخلصوهم زادة على خطر فلاحة هذية اللي احنا متاع الانتاجية قوية اللي قاعدين مشوا فيها النمط الفلاحية هذية. بش نخلصوه في البيئة. وكي ماش نخلصوه في البيئة. مش نخرجوا فيروسات كما الكورونا على خطر فيروسات هذو ما راو ماشو جدد. على الفين وخمسمائة فيروس قاتل الإنسان الف وستمية راو مجاي من عند الحيوان. وماش غلط الحيوان نعاود الحيوان احنا راوه تلكشنا عليه احنا مشينا هو رايف. جبدناه. جبدناه. ماشيناه في بيئته. في بيئته وزيد مرمدناه كي نحطوه كل عرفتك الجيج ما كينا وكينا نربيوه لبقرة على بعض. وش نعملو نطيحولهم في المناعة متاحهم دينو نزرقو في الانتيبيوتيك. نزرقو في الانتيبيوتيك. نزرقو في الانتيبيوتيك. ووالا. ويعديو رويح معيلي بسير خطر كي تحطم كل على بعض. والتباع الجسدي ما بين الحيوانات. ما ليه ذاك ما فماش. نوك قاعدين نسمو في اللي بدن بتاعنا. اسمع كريم الفلاحة طوي اسمعوا فينا يقولك تاخيين الحمد وربي بزيد كي صابت لمطر وحنا نسننو فيها. نعم فلاحة من الفلاحة. احنا احنا ارزمان في تونس عنا بارشة فلاحة. الفلاحة الغيزونية يقول. المعاقلنة. الفلاحة كي موقت جدودة. قبل ما تدخل اكل الكنكورنس. والتقنيات. اللي جاءوا مكثر امروا. جاءوا فرد وقت مالستعمار. وكلي زنتران. وكلي بستيسيد. وكل شي. وطوة. بوش نعطيك. راوا في تونس نستعمل في دي بستيسيد. اللي. المنظمة العالمية للصحة قالت هذوما. راهم كونسيريجين. معنى يجيبوا سارتان. كما الجليفوزات اللي صار علي سكندال. في الاتحاد الاوروبي. اللي فيه مادة راهي تخيض. اللي وصلت الشركة اللي تعمل. اللي استعمل البردوية هذي معاين. خلص ثمانين مليون دولار. الراجل الكابيون في امريكا. خطر استعمل حيط كل البردوية هذي. مرض بالكنسير. وقعدين يخسرو. في الكنسير. ما نعطيكم حكاية. تقول لي هي ما طوال الاندوسترية فرماسيوتيك طبعنا. الشركة اللي تنتج في اللي فوزات. هذه. عملت فوزيون. عملت معا من الاكبر شركات متاع. أدوية. أدوية. نعم. نمرضك من هنا. ونداويك من الغاتي. نعم. ماذا نداويك يزمن نمرضك. ماذا نداويك. كريم. التصدير بعجلة بعجلة. والدولة شنو الحل؟ الدولة رايا عاونت. دعمت مثلا الاكسپورتاسيون. اللي يبعث للخليج. مثلا على تونيسير تعطي خمسين بالمئة من الكوم بتاع الترانسبور. الدولة راو ما نجموش. المشكلة راي. مش في الدولة بارك. خطرحنا أسأل واحد. نجي قولوا الدولة ما عملتش معنا. الدولة عندها الميت شنو تنجم تعمل. الدولة عندها الميت شنو تنجم تعمل. دولة عندها الميت راو ماش قادر على كل شي. اليوم زادة فما احنا المستهلكي. شنو الفلاحة اللي نحب عليها متاع غدوة. خاطر هي من اللي هنشير. ومن الثانية للطاولة متاعنا. نجم يصيروا برشة حاجات. دونك فما خالتك تجي كريمة. فما غالت متاع فما نموت. في النموذج اللي خبنيه للفلاحة والقطع زيادة. نموذج غالت. على خاطر صار. معنى طبعنا الغرب في الحكاية هذي. ما هيش مفكرة بيها. طبعنا في نمط الانتاج. ونمط الاستهلاك. ونمشي وناخذ. نحب الغالة ما هيش في السيزون تاحا. نحب الخضرة مش في السيزون تاحا. احنا نبدو من احنا راهو. الغالة في وقتها. الخضرة في وقتها وكل حاجة في وقتها. والطبيعة مش تفادلكش. يتعطيك البرقدان في وقت. الرومين في وقت. ما هيش تفادلك معاك. وخطر هذيك هو. كريم نصيحتك في هذا اخر هذا اللقاء. وفي ختم هذا اللقاء. باي. ما ترتكبوش جريمة في حقكم. حق صغاركم. خوذوا تونسي. استاهلكوا تونسي. وفي بلاس تشيروا باكويت جايين من البلدان أخرين. متعجوا كلهم عقارات. تمشي تعصر البرقدان الموجود. بزويت على ما قدابته اليوم. في وقت واجي. إذا كنا كنا وصلنا لنهاية حلقة نرود. إن شاء الله موعدنا معاكم إن شاء الله بشيكون. ستة مش سبعة ونص. إلى اللقاء.